في الوقت الذي أعلن فيه رئيس تركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود وقال رئيس تركيا أن حقل الغاز الجديد يحصي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مما يجعل هذا الكشف الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد وقال رئيس أردوغان أن تركيا تنوي البدء في إيصال الغاز للمستهلكين في عام 2023 وإنها ستصبح في نهاية المطاف دولة مصدرة للطاقة وإذا ثبتت الجدول الاقتصادية لاستخراج الغاز من الحقلية الجديدة قد يساعد ذلك القرى في خفض اعتمادها الحالي على الواردات من دول كروسيا وإيران ودربيجان والاكتفاء ذاتيا إلى حد كبير في حاجتها لموارد الطاقة لكن مغاردين السعوديين وخبراء طاقة سعوديين قد بيّنوا حقائق مختلفة في هذا التصريح للرئيسي التركي رجب طيب أردوغان عبد الرحمن الراشد الصحفي والصعودي المعروف أعاد تغريدة لأنس الحاج والخبير في الطاقة والتي قال فيها قد نحصل على تأكد رسمي غدا ونتمنى كل الخير لتركيا والشعب التركي وأن يتخلص من سيطرة الغاز الروسي والإيراني إلا أن أي واحد منا في الصناعة يعرف أنه لا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات بهذه الدقة من حفر بئر واحد وخلال شهر وتطوير عشر سنوات يتطلب عشرة مليارات وليس اثنان أو ثلاثة فيما قال ابن هباس يجمع خبر أوتق أن الغاز المستكشف في البحر الأسود بحاجة لعشر سنوات لبدء عملية الاستخراج يسبقها بناء بنية تستلزم مليارات الدولارات أردوغان يقول أن الإنتاج سيبدأ في 2023 وهي سنة انتخابات في كل الأحوال حجم الاكتشاف يسوي استهلاك تركيا لسبع سنوات فقط فيما قال المهند الهشبولة عندما نشر الخبر البارحة كان رقم الاحتياطي من الغاز 800 مليار متر مكعب والإنتاج خلال سبع إلى عشر سنوات بتكلفة إثنان ثلاثة مليار دولار وهذا غير وقعي اليوم أصبح الرقم 320 مليار متر مكعب والإنتاج في 2023 اكذب اكذب حتى يصدقك الجميع هذا ومنهج أردوغان مع القطيع المصفق له فيما قال منذر للشيخ مبارك لتعرف أن العالم لم تمر عليه كذبة اكتشاف تركيا حقول الغاز في الوحر الأسود انظر لحال العملة التركية بعد إعلان أردوغاني وما أمس عن ذلك الكشف كانت قبل الإعلان 7.29 وبعد الإعلان مباشرة انخفضت الليرة التركية لا يمكن أن يعيد مصرحية الانقلاب التركية ببيع الفنكوش فيما قال السعودية بالأرقام أردوغاني يبشر بالغاز والمغفلين يصدقون أن ذلك يشكل فارق وأنه أمر له قيمة أنا أقول الآن أردوغان السمسر يقول الغاز التركي التاريخي المكتشف 320 مليار متر مكعب من الغاز اكتشاف تاريخي والله من تهيني السمسر اللئيمة خلونا تشوف وش عند السمسر أردوغان بالأرقام يأتي أدى في الوقت الذي نقلت فيه وكالة بلومبرغ عن مصادر أن شركة رامكو السعودية علقت مشاركتها في مشروع لبناء مصفات نفط وبيتروكيميوية في الصين بقيمة 10 مليارات دولار وفقا لمصادر الوكالة فإن قرار تعليق الاستثمار اتخذته الشركة السعودية بعد مفاوضات مع شركائها الصينيين وأنهم ارتبط بشكل كبير بحالة عدم اليقين بشأن آفاق سوق الطاقة وكانت السعودية والصين قد وقعت في فبراير من العام الماضي اتفاقا بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مصفات ومجمع للبيتروكيميوية في الصين وذلك فيطرت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بيكين ونصل الاتفاق على تشهيد مصفات نفط في مدينة بانجين الصينية بمقاطعة اليونين ببطاقة 300 ألف برميل يوميا ووحدة لإنتاج الإثيلين بطاقة 1.5 مليون تون سنويا وحط لإنتاج البراكسيلين بطاقة 1.3 مليون تون سنويا وكان من المفترض إطلاق المجمع قيد التشغيل في عام 2024 وكان من المخطط أن تقوم رمكو الصعودية بتوفير 70% من المواد الخامل هذا المجمع ويأتي القرار الصعودي في وقت تشهد في أسواق الطاقة والنفط انخفاضا في الأسهار وتراجعا في الطلب على الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا لذلك تقوم جميع الشركات في العالم على إعادة النظر في المشاريع الاستثماري